وأطلقت تحية كريمة مبادرة لتوفير اللحوم والدواج بأسعار مخفضة للمواطنين في دار السلام حيث بلغ سعر اللحوم 210 جنيهات للكيلو تأتي المبادرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة رفع المعاناة عن كاهر المواطنين والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المناطق الشعبية والنائية في الحضر والريفة حيث شهدت المنافذ المتنقلة إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء اللحوم النهاردة موجودين في دار السلام في شارع الفيوم عشان خاطر نبقى موجودين مع أهلينا بنقدر نوفر لهم السلعة مهمة جدا وسلعة استراتيجية جدا وهي اللحمة النهاردة احنا عاملين عرض على اللحمة قوي جدا احنا بنوفر كيلو اللحمة ب 210 جنيه وكمان لحمة طازة مش مجمدة لحمة بلدي مطبوحة بمعرفتنا ومطبوحة في مزارح حياة كريمة احنا النهاردة موجودين في حياة دار السلام بنبيع اللحوم بلدي بأسعار مدعمة تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على دعم الأسر الأولى بالدعم في السلعة الغذائية وان شاء الله احنا مستمرين على مدار اليوم حتى نفذ الكمية احنا النهاردة موجودين في دار السلام معانا 250 كيلو لحمة بقى ريسافي عشان نفرح أهلينا ويا رب يكونوا ممسوطين موجودين النهاردة في دار السلام وموجودين في أكتر من نقطة وعلى مدار كل يوم بنبقى في أماكن مختلفة ترجمة نانسي قنقر